بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدد ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة صدق الله العظيم مشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الجانب الأيمن للعالم نحيى حضرتكم في مستهل حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق وقلبنا سعيد بما سوف نتعرف عليه ونتعلمه من الدعية الإسلامية الكبيرة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي ونبدأ حوارنا مع حضرتكم بنجوى بيننا وبينكم من قبيل المحبة في الله تبارك وتعالى لأن الأمر جد خطير وجد جلل وإن لم ننتبه ولياذ بالله لتسوء الخاتمة بنا جميعا هذه كلمة حق أردنا أن نبدأ بها حلقة اليوم لأننا سوف نستكمل ما بدأناه في الحلقات السابقة عن دركات النار ترى ما أنواعها ما أحجامها ما أشكالها ما طعام وشراب أهلها ولماذا يدخلون فيها والأهم من هذا كله لماذا لا نخاف من ذكر النار مشاهدين الكرام نحية حضرتكم مرة أخرى ومع أن نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قلبي يرتجف ويخفق في الصدري لمجرد أن نذكر اسم النار يعني لا أعلم هذا الخوف يعني هناك من الذنوب ما تنوء بالعصبة أو للقوة يا فضلات الشيخ ليست قضية الذنوب وإنما يجب أن يرتجف قلب العبد من النار لأننا لسنا أشرف ولا أزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكرت النار كان يعني يهتز قلبه وكان صدره كالمرجل وكزيز المرجل وكان لعمر خطان كقبال النعل الذائبين تحت عينيه خوفا من الله عز وجل والحصن البصري كان عندما إذا قرأت أمامه هذه الآية من سورة الكهف التي قدمت وصدرت بها الحلقة كان يغشى عليه كان عمر بن عبد العزيز كذلك إذا يعني مر بآية من آيات النار شعر أن رفح جهنم في أذنيه وفي وجهه فكان يقوم الليلة كله ولا نام كانوا هكذا تعاملهم مع كتاب الله عز وجل وعند ذكر النار كانت قلوبهم تضطرب لأن القلوب كانت نقية إذن يعني الخوف من النار هذا شيء طبيعي يجب أن نخاف من النار لأننا يعني ورد لنا أننا واردون عليها وإن منكم إلا واردوها لكن ما ورد لأحد مننا أنه قد نجى منها صحيح يعني وهنا تقبل المصيبة يعني وإن منكم إلا واردوها قلنا إن الصراط جسر فوق جهنم فوق النار وإن منكم إلا واردو كل البشر سوف يمرون فوق هذا الصراط فسوف يمرون على جهنم على النار على دركاتها مرور سبحان الله لكن ما أتى واحد مننا أبدا أنهم قد نجى فلا بد من الخوف وإن لم نخف من النار فما الذي يخيفونه فضلت شيخ الأستاذ دكتور أمر عبد الكافي الخوف يملأ قلوب المسلمين حينما تذكر النار ودركاتها ولكن لم يترجم هذا الخوف أعمالا تنجين منها فما سر هذه المعادلة الصعبة من نجد نظر فضيلتكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يعني إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديبة معنى أن القلب كما قلنا من قبل القلب السقيم كالمرآة الصادية لا تلقى الصور كما هي قلوب الصحابة كانت قلوب سليمة فتلقت الآيات كما هي وأخذ الكلام كما هو فسطر على يعني صفحات قلوب الصحابة بمداد من نور كلام الله عز وجل فلما سطر هذا الكلام وكتب كان الصحابي عبارة عن يعني نسخة من المصحف تتحرك نعم نحن ملأنا قلوبنا بما لا يجب أن تمتلئ به يعني القلوب مهمتها ذكر الله الخوف من الله الرجاء في الله المحبة الصدق النية محبة الآخرين يتبخر منها الحسد الحقل الضغائم الأمن من المكر الله القنط من رحمة الله التكبر على الناس الرياء الشرك الكفر بالله الكفر النعم يوجد فيها اليقين الصبر التوكل العين اليقين حق اليقين كل هذا يجب أن يكون في القلب فإحنا شغلنا القلب بماذا؟ بالدنيا فملأت أنت هذه يعني إذا تصورنا أنها هماكينة تعمل بالبترول أنت وضعت فيها ماء نعم هماكينة تعمل بالكهرباء ووضعت فيها مادة أخرى فأنت استفجال شغلت القلب بما لا يجب أن يشغل به فشغلته وأصبح فيه هموم أصبح أنت تكلم الرجل في ظهر صلاة الجمعة هو سرحام منك يفكر في نصيباته مع زوجته يفكر في نصيباته مع ابنه لأنه لم يتصل بالخالق لو اتصل بالخالق لا كفاه مع أولاده الله أكبر أقصر طريق أن يتصل أن يكون بينه تواصل بينه من رب العباد فلما يتواصل مع رب العباد يكفي كل هذا يعني يضع قلبه فلماذا لا يترجم ما يخاف يعني أنت تتكلم الناس عن النرقة يبكوه نعم لا نمكن يبكي لكن هذا بكاء وقتي الصحابة عاشوا على هذا المنوال يعني دهورا عمرهم عمرهم كلها الله عز وجل خلق الجنة وطلب من جبريل أمر جبريل أن ينظر أو يطلع عليها الطلاع على الجنة على الجنة فعلى جبريل وقال ما أحد يعني من في بني آدم سوف يسمعانا إلا وعمل من أجل دخوله فحطها الله بالمكارة سبحان الله لماذا لا مش لماذا الأمر سهل حسب الناس أن يترفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبله فلا علمنا الله الذين صورقوا ولعلمنا الكاذبين لازم فيه صادق وفيه كاذب أحسب هذا استفهام طبعا أحسب أنه استفهام وكأنه استفهام استنكاري أحسب الناس وإن يترفوا أن يقولوا آمنا أين الدليل أنا مؤمن هذه دعوة سودان هذا كلام هذا كلام فلما حفت بالمكارة المكارة الصعبة قم صلت صبح صعب امسك لسانك وض بصرك لا تسمع للخنة لا تذهب إلى مكان فيه فسوق حرك رديك إلى ذكر الله اصبر على ما أصابك أعط من حرمك صد من قطعك أعفو عن من ظلمك كل دي مكانة لأنه ضد هوى النفس وكل ما ضد هوى النفس هو الذي يقربك من الله وكل ما مع هوى النفس هو الذي يبعدك عن الله قاعدة 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 فلما حفت بالمكارة يعني ظن جبريد أن أحدا يعني الأمر صعب لن يدخلها أحدا ظنها كالصبح إلا من رحمه رب خرق الله الناخ انظر يا جبريد جاء مذعورا وقال لا لا يهرب منها لن يدخلها أحدا فحفت بالشهوات دي نظرة طيبة دي أغنية جميلة دي رقصة دي جلسة فيها غيبة دي فيها سخرياب إنسان ده في شماتة في أحد ده في طعن في الأعراض ده في مال غبة مال حرام رشوة فوضى انحراف زور بهتان فقال جبريد لا أظن أن أحدا أن ينتم منها لأن إحنا عندنا يا مؤمن يا كافر المؤمن يعني يتقلب في أنوار خمسة والكافر يتقلب في ظلمات خمسة الحمس المؤمن كلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور وقبره نور وعلى صراط نور لأنه الدنيا أشرقت طبعا والكلام ظلمة العزب الله سبحان الله مدخل ظلمة مخرج ظلمة الصراط ظلمة ثم والعزب الله القبره من قبل ظلمة فيدخل في الظلمة والعزب الله ظلمات بعضها فوق بعض والعزب الله فلماذا أسؤالك تحديدا لماذا لم يترجم المؤمن مدعي الخوف هذا أنا أركز على مدعي الخوف داعي فأحسن العمل لو خاف المسلم النار خوفه من الفقر لنجى منهما جميعا ولو رجل جنته كما يرجو الغنى لفاز بهما جميعا مرة ثانية لو خفت أنا من الفقر مخافتي من النار سبحان الله لنجوت منهما جميعا لماذا لأننا لو خفت من النار مخافتي من النار يعني لما أخاف من الفقر أعمل إيه أحفط لنفسي أعمل أعمل وأجد وأجد وأبحث عن عملي أعمل شيء كي أطرد الفقر عنه نعم والآخر لو رجل جنة كما يرجو الغنى عندما يرجو الغنى يعمل من أجده صحيح لو رجل جنة رجاءه للغنى لفاز بهما جميعا لأن فيه ناس حتى في الزمن أصحاب قرارات يعني من ضمن الرجل المجرم هذا الجعد بن درهم كان يطلع على الناس كده وقال أن لم يتقد الله إبراهيم خليلة ولم يكلم موسى تكليمة خالد القصري رحمه الله كان أمير قوي شوف أصحاب الحق دايما في كل زمن نحن الله وقف على المنبر في عيد الأطحى صلى بالناس خطب الخطبة قال أيها الناس اذهبوا ضحوا تقبل الله مننا ومنكم أما أنا فسوف أضحي بالجعد بن درهم هذا المجرم هو موجود هذا الذي دعا أن إبراهيم أن لم يكن خليلة وأن الله ما كلم موسى تكليمة حتى قال ظن ابن الأطنابة وحد من الشعراء في هذا الوقت يعني صلي يا ذا العلا لربك وانحر كل شانء في الحياة لك أبتر أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قرونا من الجمال تعقر بل قرونا من الملوك ذو التيجان والسؤدة تيجانهم لك تنثر كلما خر ساجد لك رأس منهم صاح سيفك الله أكبر نعم فذا واحد صاحب حق لو موجود في كل زمن خارج القصر هذا قلنا ما حصلنا على الفوضى الذي صعد واحد منهم في القرن الماضي وقارن قصة إبراهيم من خليل وإسماعيل هذه القصة مكذوبة وقصة تاريخية وهو مسلم وهو رجل مسلم ودعم فأصحاب الحق هكذا ولكن أصحاب الباطل في التاريخ أصلا الناس كلها تقول الأمة مرت بأزمة يا عمي مرت بكثير مش الجمعين مش كانوا هاي يسرقوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعين حاولوا خمس مرات مرة واحدة ما هذا لكم إذا لم نقاوم قاوم أجدادنا فالحق ظهر ونحن تقعسنا أنا مالي أنا مالي أنا مالي سبحان الله ولما يكون الرجل صالح حتى لا يصل إلى الحكم ويصير فيه الصلاح قرار منه يزيد نور الدين زنكي هذا القائد العظيم يأتيه الرسول في الرؤية يا نور الدين أنقذني من هذين وشورد على اثنين في الرؤية اثنين شكر فاستشار العلماء أنا شفت رؤية عجيبة وهؤلاء ناس صالحون رؤاهم ليست في الهواء صحيح قالوا لابد أن تتب إلى المدينة صار صافر ورأى المدينة أخذ معاه الصدقات والأموال ووزع لكل أهل المدينة قال أنا أريد كل أهل المدينيات لكن لم يرى هذين الذين رأى أما في المدينة أحد غيرهم قال ما فيه اثنين من المغاربة جاء وطلبت علم هذه الأهل الزكوات وصدقات ويزع على الناس فجاء بهم فرأاهما النفس الشخصي النفس الشخصي اللي رأاههم في الرؤية سبحان الله سبحان الله فسألوا حوارهم وجدهم أن جاء طلبت علمه قال يعني أين تسكما قال بجوار المسجد فذهب لزياراتهم في البيت فرأى كتب وأموال فغيره إحنا أتعجب فصار يمشي في الغرفة جيئة وذهابا إلى أن رجله جاءت على شيء كذا معين سبحان الله فشاروا الحصير ريوا فيه عفرة يحفروها ونفق اقترب هذا النفق من جسد الطاهر لرسول الله يريدون سرقته وذي بطلعوا اثنين من النصارى المغرب اللي بعتهم الفرنجة بأموال كثيرة للصنعب وسرقة الجسد الشريف فقطع رقبتيهما في الثلاث نفس التولوا لحظة يعني هذا القرامط عندما أرادوا سرقة الحجر الأسود وسرقوه وأخذ الحجر الأسود 22 سنة في يام الفاطمي وقتل في أيام يومها يوم التروية يوم الثامن سبحان الله قتل عند الحجر 22 ألف وهم يدافعون عن الحجر سبحان الله وأعيد بعد ذلك بالفضل الله عز وجل وضح في هذا السؤال رحم الله الكعبة والحجر المهم يعني فأريد أن أقول أن الشر فيه ناس متأصد فيها الشر لكن لا بد شوف الكفر المنظم لا بد له من الإسلام المنظم إذا كانوا هناك أناس متأصل فيهم الشر لهذه الدرجة فمن المنطقة أو العدل أن يكون هناك متأصل فيهم الإيمان بقدر تلكم الدرجة لا هم الفطرة الطبيعية الفطرة الطبيعية هم على التوحيد طنسوا الفطرة طنسوها هم أصلا موحدون بلا شك بلا شك استشروا لهذه الدرجة والعاذب الله إن الهوى يعمل يوم سم والعاذب الله رب العالمين يا علي يدخل فيك النار اثنان محب وكاره محب وكاره المحب يحب لدرجة أن يخرجه من بشريته والكاره من يقرح عليه يعني فالقضية والإثنان موجودان والإثنان موجودان فطنس البصيرة إن ترى بنا أعطاك قلب تطمسه بالذنوب والمعاصي فكر الذنب يمر كده سهل الذنب الصغير يعمل نكتة سوداء في القلب في القلب نكتة سوداء فإن استغفر العبد محي إلا ما يستغفر وأذنب نكتة أخرى نكتة ثالثة رابعة خامسة إلى أن يسود القلب لما يسود القلب يحصل له الران بل الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هو الحاجز يحجب عن رب العباد فلا يرى الحق حقا ولا يتبع ولا يرى الباطل باطلا فيتبع فهنا سبحان الله العظيم تختلط العمار وإذا ذكر الله وحده إشمأس قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فهنا القضية تتضح أن تجي تتقلموا عن النار يا عمي ما ترهبوش الناس يا عمي ما هي دي 77 مرة والجنة 77 مرة لا بد من شرحها ونحن نقف عند آيات النار هنشرحها آية آية إن شاء الله آية آية ونشوف ما سربيلهم ما طعامهم ما شرابهم ما هي وديانهم وإيه اللي نجابهم المكان ده إيه السبب عشان إحنا نحطاه صحيح نحن نعرض عرض أكاديمي نعرض عشان نشوف إيه الموضوع بالمثال يتضح المقال الله يضع عليك الله يضع إذن لهذه الأسباب التي تفضلتم بها فضلاتكم الآن لا نخاف من النار وإذا خفنا لا يترجم الخوف أعمالا لكي ننجو منه الكارثة أكبر من ذلك وهي؟ أنا أستقرأ في الكتب وفي تاريخ الأمة وكذا نعم وجدت الصحابة والسلف الصالح كان عند إلى أجدادنا القريبين كان عندهم ما يسمى بالمروء ولذلك أقول ما يسمى هذا يقوليني أنا أقولها هلست موجودة؟ عند القليل لدرجة أنها كأنها غير موجودة المروءة عارف إيه؟ نعم ولك كان ما هي المروءة أولا المروءة هي النخوة الشهامة الوقوف بجوار الضعيف أن تحمل الكل أن تقرى الضيف أن تكون سبحان الله أخلاقية الإسلام أخلاق أن تكون بما في الله أوثق بما في ذلك أن تفرح إذا جاءك الفقير تفرح كان يقولك الصالح إذا أراد أن يشين أخاه أو يشين أخاه يعني ينقص من قدره يطلب حاجته من غيره يعني أعايز أن نقص مستواك أمامي أو يعني أنت أقلل من شأنك عمل إيه وأنا عرف أننا ممكن أطلب منك تعطين أطلب من غيرك فتشعر أننا ما ألقيت لك اهتمام يا الله شوف شوف وصل الدرجة الآن فيه الشافعي لما جاء فلدي الجارية قالت صاحبك فلان جاء فلدي أحدا في البيت فأخذ فتحكيس النقود أخذ شيئا وضعه في جيد ومش صح قال إن كنت ما تقولين حقا فأنت حر من فرحة الشافعي بأن أخو شال الحاجز هذا اللي منع التكذف والتكذيف في أعظم ما قال أبو حامل غزالي في أحد عشر شرط للأخوة الصادقة اللي هي تبخارت اللي المرؤة ضاعت ففيه شيء اسمه من خوارم المرؤة خوارم المرؤة ثقوب كم خارم خارم المرؤة جماعة ما يقرب من مئة مئة خارم أي تخرم المرؤة وتثليبها لا مرؤة إذن موجودة أصلا وفيه من المرؤة ما يتخذ الإنسان أنها لا تدخل تحت حساب يعني ولكن عادي مثل ماذا خوارم المرؤة هذا أنا جمعتها لك عشان ما ضحش مني سبحان الله أول شيء يا سيدي فالك أخذ العوض على تعليم القرآن دون داعي دون داعي موجود لكن لو ليس لو إلا هذه المهنة لا لكن الصحابة والتابعين وتابعين التي اعتبروا به خوار المروء اتباع الهوى لما يجلس في مجلس كده يقول له فلان المنطق يقول كده او الحق يقول كده او القرآن يقول له لا 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 بس انا اسزوش تجارة كده الهوى انا اولادي يقولوا كده يتحقوا عليه يقولوا انت كفتني انت تتنازل مش عارف ايه سبحان الله ثم الادامة التأخير الصلاة مؤ Lewis يقولي شخص قد بي ر doubts Short's والمثان التأخير في رقيق سوف يقول يأنه لدم الامر Steadyan بعد أن من خان حي على الصلاح يخون حي على اكتفاح صح رهاته من المليار مليون صحاحا في صحاح مش عايزين مليار عايزين مليون صح ندوطين شوي صح قلت يا سيدي إدامة ترك تسبحات الصلاح ختم الصلاح هذا من خوار المروء يأخذ دباقة الورد التي حول الشجرة بكل تسبيحة إن صدقوا بكل تحميلة إن صدقوا بكل تكبيرتها وكلما تسبح يزرع لك شجرة في الجنة هذا ما يعني لو أدنوا لحطة أرض يصلحها ما شاء الله عليه طلب الفقراء من الرسول أن يكونوا مثل أغنياء الله يضع عليه بالضبط كيف بالضبط كيف بالضبط كيف وبعدين يا سيدي قال لك الادهان عند العطار الادهان عند العطار نحن نصنع هذه كثيرا يدخل المحلات فيها العطور أنا أجرب تسأله أنت تشتني والإخلاء هذا حرام أخذ ملاحق يقول لك دهو حطتها عينة لا عينة إذا نويت الشرع أقول الله أعلم بالنيات وما لربنا يحسب بالنيات دي صحيح أنا في ظاهر القول أضحك عليك وتضحك عليك عند الله لا الله يعلم وخينات العين وما تخف الصدور ثم استخدام الضيف بمعنى أنت أعز أن تضيف وراه المتخصص في الطلب متخصص فريد يعني تستغلو ما أقول له تعال يا ولد خلي عمك شوف الولد دايما يسخن يا دكتور وده عمال بس بنجيب لك الشاي شوف الولد قال له لأنه ستول قل كثرة من desses ستrage العزة منصف الواد بالضبط الأمور هذا خوار المروعة والذات الان اتحدث عن النار هو أنه لاP أبد يحسوا. القلب نفسه يعني. إذا لم يجيب ورق أسود. كيف تكتب عليه؟ صعب. لأنه يكون ورق قابلت. فاستخدام الضيف. اعتياد التبول قائما بلا ضرورة. حتى المال مالك يعني بيعتبر المصيبة لأنه ممكن دي تصيبه رشاش البلو ويبقى ثابت غير ضاهر. يبوله هو واقف. سبحان الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبوله هو جالس. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. طيب. ثم الإعلان بالفسق. لما تشوف انت كده في بعض الفضايا. انت عايز فسق أكثر من كده. لا. تشتري المجلات كده. لذا انت عايز تغض بصر عن مجلة وانت تشتري كتابا. تشتري صحيفة جادة مجلة جادة. تشتري بجوارها سمو. صحيح. انت عايز حالك. اين يدها بغتشوك يعني. الأكل في الطرقات. طيب في الأسواق. تكويا. ضرورة يا مولانا. انا قد نتحدث عن خوارم المروء. اتكلمنا عن ضرورة من المروء. ومقصح كان قديما ما كان ندم ضغوط عمل مثلنا اليوم. هما الآن طائرات وقطارات ومواصلات. ما قد يكون تعرف القوم على هذا. وعصر التكنولوجي عصر الترانزوستر. ما قد تستفزني. هذا هو الواقع يا فضيلة الشيخ. طبيعة العمل صباح مساء يأكل بالطريق وهو ذاهب من عمل الى عمل. انا اكل برحت جديد. انا اكل برحت جديد. هو ده من خوارم المروء. اذا اطردت الظروف. يعني اطردت انت ماشي مع اولادك. جاعوا جلستوا في مكان. هو ده مكان اكل. اذا اذا ان فضلتك ضد محلات التكوية موجودة. انا انا اعرف ان انا اعرف ان انا اعرف. هذا الاكل في الطرقات له يعني. له عايب من وجهة نظر مصادر الشراع الاسلامية. لانه يقول انك سقط الحياة. سقط الحياة. لانه يعتبر ان الاكل هذا عبارة عن شيء. يعني ان انا اكله وانت لا تأكل. انت عبرنا بكلنا ان انا اكل. الاكل وانه معاورة. كان عند بعض العلماء. لانه ليس معاورة بالمعنى. ولكن يبقى سهل يكون ايك واحد. وفي ناس جاعد يتفرج عليه كده يشوفك. يحتاج جلساتي. لا بطرق. بطرق. سمعنا بعض الفقاء يسقط شهادة الاكل في الطعام. الاكل على الطريق والمتوال على الطريق والضاحك بصوت يقهقك في صغير الامرأة الكبيرة. هذا سقط الحياة. وهذا من خوارم المروء. هذا من خوارم المروء. وبعض الفقاء عند الاحناف يقولك لا نقبل شهادته. اذا حتى الان ما عندنا مروء حتى الان. لا حوال. الاكل من غير ما يليه. لانه جاء امر لانا. قال له كل من ماليك. كل بيمينك كل بيمينك كل بيمينك كل من ماليك. هل يحمل هذا على اداب الطعام؟ اداب الطعام ليس من المروء. ليس من الطعام. اشكر النعمة بالتأدب معها. اذا كانوا نلك لحم بايد عن ماذا يصنع. يناول. 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 واستأذن. يكون في ادب يكون. سبحان الله. لا يكون عنده شرخ كمان في هذا. في الطعام السر. اه. بعدين التجشء بصلت المرتفع. اه. لما يؤذي الاخري. صحيح. ادب يأخذ اسم الادب. سبحان الله. وبعدين ترك الوتر. ترك الوتر. ترك الوتر. اه. سبحان الوتر. من خواري من المروء. عند متأخر الاحناف ان الوتر يقضى. اه. نعم. الناس تتسلوا تتفكروا كده. سنة خفيفة. لا. يقضى. ايو. نعم. وبعدين تقبيل الرجل زوجته امام الناس. هذه محبة بقى. طيب. 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 ان يكرر حضور وليمة. من غير دعوة. يعني. ثقيل الظل يعني كل ملايجة وليمة يتلاقي فيها. حفلة داقي فيها. ثقيل الظل. ثقيل الظل. ثقيل الظل ولا عذب الله. اه. يعني يذهب بدون دعوة. وعذب الله رب العالمي. ثم. لا تدخل تحت باب المشاركة. هو يشارك كجارة. لا لا. لا لا. ثم. الجلوس على الطرقات. الا بحقية. يعني اللي جاعد على القهوة دا. يعني جاعد ذاكر لله. ودائما القهوة تبع على الفرقات. صح. يعني حيا الله امارة الشاركة. ليس فيها فكرة القهوة اللي بصراحة. صحيح. لا 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 لا. طور الله برسيمه. ويضحك وتعود. يا اخي. يا اخي كبر. رسوشتك قدام الناس. كبر اولادك قدام الناس. وهي نفس القضية. لا بد من احترام سبحان الله. الاهل. ثم الربح على الاخوان. يعني. يعني. انت طلبت مني اشتري لك شيء. اه. يقول اكسب منك. اه. انا مش تاجر. أعلم حزاب المشوار مثلا. هو من خلال المرور. لا. الوقت. ايام يعملها. ايام يعملها. يا سبحانه الله. لا يعمل. الرطانة بالاعجمية. اه. وانا امرى فضلت اكتكويه. ماهما خرص فضل من اخاتفها. خرص خرص وضطر كانت كلفه عربية. و قلت. المحبث الله انت اشتري من الوغة العربية. وانا غيرك لا تفهمش عمليه. هكلمني الدمليم بالانجليز. أضحك الله وسيدنا. كان لدينا شيخ. كنا نذهب معه لزيارة شيخة. شيخه كان كبير السن. كان شيخه يسأل شيخنا. كيف حالك؟ كيف أبوك؟ أبوك كيف؟ يقول الله يحيون يرزق. وكيف زوجتك؟ يقول الله حياتهم تسعة. خذها ولا تخذ. لا تنطع فيها. هو ربي فيها توريه يعني. لو أحد يعني عاب عليه يقولك. والله ما يرتاح على البيت. فقال لك أشوف الرطانق الجميع. من غير حاجة. من غير ضروري. إن كان فيه ضروري مثال أخرى. يعني أعذر أخواننا الأطباء وأبنائنا أحيانا. لأن اللغة الطبية لغة غالبة. لغة غالبة. يعني هذا هو ربي لا تنطع فيها. لكل مصيبة في أبنائنا وبنائتنا. بالتليفون فإن أعلاقه أدوator. فإن الله أقل ثواب يا أبد. والتلليد حسنة. فإنهم سبحان الله الأبد. طيب. وبعدين صحبة الأراذي. تمشي مواحد يعني للأسف يشينك. يقلل من شانك. ولا تصحب أخا الجاهل والأراضي الآن أصبحوا كما تحت الأضواء وبعدين كشف ما جرت العادة بتغطيته واحد رجل محترم كده والذراع عاري وعلى الكتف سلامة وعلى الزند سبحانه الله وبعدين يا سيدي لكثرة الالتفاق في الطريق أنت ماشي في الطريق عمل برج مراقبة كان سيدنا أمار يضربهم لا تتسكعوا أسرع في مشياتك يسرع هذا يعني أنا أعطيك نماذج من خوار فأنتخيل أنت نأخذها من فضلاتكم ونظهرها على الشاشة فأنتخيل أنت هذا أمر بسيط من تصرفات المسلمين بارك الله فيك هذه خوارم المرؤة بتالي تميت القلب ولا تجارب يسرع سبب سبب أبضاء مثلا رجعت كده في البيت وبنته رايحة للجامعة لا تدري أنت كيف ارتدت وبيضحك تعيشت النهر يعني المصيبة في إيه أنه مسؤول عنها هو يسأل مش كله كبرا يعني يقول أنه أمر طاب الحجاب لا 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 يأمرها أن تجيس في البيت لما تحجب لأن الحجاب فرض وهذه قضية فضلة الشيخيان أم اتصرت به أحدهن من أبو ظبي تقول يعني ربما الذنب الوحيد الذي عنده الآن أنها لم تستطع اقناع ابنتها بارتداء الحجاب ماذا تصنع؟ لا تصنع تجيس في البيت هنا التعليم ليس فرضا والخلص تعلمت والحمد لله أو أبنتنا في الثناء العامة يحصلوا على العلم اللي أخذناه في الجماعات والدراسات العامة صحيح يبقى تقعد في البيت التعليم للسنة والحجاب فرض طبعا لن تحسب على خلة تعليمها في الجامعة لكن تحسب على حجابها الله أكبر أمر جلل يقول لا أريد أن أضغط عليها حتى لا تخلعه مرة ثانية لا تخلعه ولا تخلعه يا إما أنا راعي يا أعتبر الناس قد موت والبقى لله كبر على أربع تكبرات ويبقى كده همل في البيت الأمر يحتاج إلى شد في بعض الأمور ما فيها سبحانه الله لا هوادة فيها أصل ما تشوف أنا أجني ثمرة نومي سنوات طويلة وأنا أنام بغاية ما البنت فجأة تأسأل الله ده البنت كبرت كبرت ما تبعتش من الأول صحيح كما يقول قائل يعني مررت على المرؤة وهي تبكي فقلت على ما تنتهب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله مات أسف الشديد نعم بغاية رفك يعني هذا يعني يجعلنا أسأل السؤال الثاني لفضيلاتكم لا أحد يحب أن يسمع أي شيء عن ذكر النار أصلا لماذا 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 لأن الناس تحبوا الكلام عن الرجاء فقط عن الرجاء وعن الأمل هذا شيء طيب طبعا كلنا هكذا ولكن كيف أغفل وكيف أغفل يعني ما ذكر في كتاب الله عن النار قدر ما ذكر عن الجنة يا فضلت قلت 77 مرة لكي لا يهمه لكي لا يهمه للجنة والنار سبحان الله طيب من أين أوفلها فلابد أن أدرك من الذهب إلى هناك لكي لا أكون منه هذا هو المطلوب يعني كل كرام ندافي هذا النهر وهل يجوز لنا كمسلمين أن نتساءل لماذا خلق الله تبارك وتعالى النار أصلا لا 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 بالعكس خلقها وكان هدان إلى الجنة وانتهت القضية لا 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 ولو شاء الله لهدى الناس جميعا لا لكن العباد أضلوا أنفسهم العباد أضلوا أنفسهم وصار وراء إبليس ونقد أضلوا خلق الشهوات وحببها إليهم لا 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 ولكن وضع لك تفرغها في المكان الذي يرضي الله سبحانه وتعالى يعني حرم عليك شيء وفتح لك الحلال في أفشاك زين للناس ومالزويا لكن العب يضبط مال الصحابة كان عندهم الشيء والتابعين وتابع التابعين وكان عندهم مفاتن العصر كانت موجودة قديما مثل الأمن نفس بالخياس نعم بالخياس نعم بهذا الانفتاح بهذا الانفتاح الانفتاح والانفتاح أصحاب الرايات الحمر المسألة القياسية المسألة القياسية ألا وجد لي وجده شافوا التلفزيون شافوا شاشة التلفاز علي واحدة ذراحة ظاهر لن يكون أغمى دي صحيح يا صحاب فالقياسية يعني كانت فوضى في حدود الفوضى التي كانت بغضية المتاحة الله يرضى عنك كرم طب يعني هل بهذه السهولة أفهم مفضلاتكم أنه من السهولة علي بمكان أن أصنع حجابا بيني وبين النار وأن أخذ طريقا إلى الجنة الله أكبر بتلك السهولة بالسهولة إن شاء الله مع شيء من المجاهلة ونعني ونعني ابن يحصل على مؤهل بيحصل على مؤهل مش لغاية يكون أنشبت الأول يكون شيابني هو وأخوته صحيح نعم من الإنفاق والرعاية لماذا؟ لمجرد الحصول عليه ورقة مكتوفية حصل فلان فلان على إجاز تمام البنت إذا أن نأتي لها بعريس وتذهب إلى بيتها ماذا ندفع وماذا ننفق من الأموال الكثير والكثير نعم كي أنجو من النار وأدخل الجنة ألا تحتاج مني إلى مجهود ولكن ممكن نعطي جدول ممكن نعطي خطوات ماذا؟ شهلا أول شيء أقرب ما يتقرب العبد به إلى ربه ما افترضه رب العبادة عليه هذا صعب خفيفها شوية صحية يعني شوية يا ابني ما فيش أدنى من تحقيق الفرائد ما فيش أخلي من كده فرائد الله المعلومة وغير المعلومة والمذكورة والمنسية كلام فضلتكم أول درجة لا تقام أصلا في الدنيا خفيفا خفيفا عمن نتكلم أو لمن أنا واثق أن المشاهدين والمشاهدات يريدون أن يعرفوا منهجا محددا للسير نحو الله وصنعة حجاب كما تقول أنت بينه وبين الجنة إقامة فرائد الله سبحانه وتعالى لإتمار بأوامر والانتهاء عن نوهي هذه أول خطوة أول خطوة طيب بس الفرائد المعروفة ليس العبادات فقط ماذا؟ لا فرائد الله في العبادات والمعاملات والمعاملات يعني دعم لله لله ومن القيصر لقيصر أو من القيصر للحكومة لا لا قيصر ليس له شيء دعم للقيصر وأنتم عالم بشؤون دنياكم لا لا معنى أمور دنياكم في الاجتهادات وفي التنظيمات وكذا ولكن وفقه من هجدناه؟ يعني ربنا حرم أشياء خلاص إن الله إيه يعني أمر أوامر فلا تعصوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكعت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان أو غير نسيان فلا تسألوا عنها هكذا هذا المنحج مرة ثانية إن الله حد حدودا فرض فرائضة فلا تعطلوها وحد حدودا فلا تعتدوها خلاص؟ نعم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان أو في رواية غير نسيان فلا تسألوا عنها رحمة بنا رحمة بنا خلاص ما تسألش انت مالك انت الرجل اللي عايش في الاسكيم ويروح بينهما كيف نقيم هذا البند الأول والناس حتى الآن تسأل في العبادات فضلت الشيء شوفوا من لم يحسن عبادته لن يحسن معاملته جميل لا فضة فوق لأن أنا إذا لم أخذ ثمرة الصلاة وتنهاني عن الفحشاء والمنكر والبغي فلا صلاة لي إذا لم تجعلني الصلاة متواضعا للناس بعد توضعي بينهما إذا لا فائدة في الصلاة إذا لم تزكن الصلاة فأكون صادقا في قولي أمينا في عملي يعني لا أرتكب ما يغضب الله عز وجل فلا فائدة في صلاة في ساعة وساعة لا في ساعة وساعة نروح أن القلوك روح روح بمرضات الله في ترويح بمرضات الله معقول الله أكبر لا مرضات الله كلها عبادة لا 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 مرضات لا أن تضحك أن تدخل السرور على جارك أن تدخل السرور على يتيم أن سبحان الله تبارك الأخيك في عرس تعزيك في ورطة وتخب بجواره هذا كله ترويح يشعر المسلم عندما يأتيني خصمان وأقضي بينهما وخرجان من عندي غير ما دخل به أشعر أنني قد ملكت الدنيا بحذافي سحنا الله تبدخل السرور على هدأ البيت اللي جاي في مشكلة طيب طيب تنفيذ أوامر الله والانتهاء عن نواهي في العبادات والمعاملات هذا هو الإطار العام الإطار العام كمرحلة أولى طيب طيب ثم ما زالوا عبدي يتقربوا إلي بالنوافل حتى الله جميل يزيد أدي ركعتين في جوف الليل أدي جزء قرآن أدي شوية استغفار أدي سبحان الله صلة رحمة الهياذة مريض صدقة جارية كفالة يتيم أخير هذا إخلصنا أفتح باب رزق الإنسان ربنا سبحانه تعالى يصخر لي أو هكذا أدعو لأخيات بستن بالظهر الغيب أرجيه في رحمة الله وخوفوا من عذاب الله قلت خير قلت نوافل وما زال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحمل هنا بقى وقف العبد على أرض السلامة فتتلقفه يد السلامة جميل فإذا أحببته كنت حرار هنا بقى لن يسمع إلا الخير ولن تقع عينه إلا الخير وسبحان الله العظيم وبعدين لن يأكل إلا خير زي النحلة إن أكل أكل طيباً وإن أطعم أطعم طيباً وإن وقف على عودة لم يخدشه ولم يكسره خفيف الظل لطيف ظريف أين سبحان الله واكل فعمل النوافل وبعدين أن يسرع إلى مرضات الله إسراعاً نسر إلى فريسته ولا أخر وعجلت إليك رب لطرده أم الكريم كانت ترضع ابنها خوفاً من فرعاو نعم فلما توقّلت على الله صارت ترضع ابنها بأمر من فرعاو حصل أحدها قد التوقل هي محنظة هي الأول ترضع على خوف لا ترضع بالأخر صحيح وهي آمنة والآية واضحة فإذا خفت عليه نعم فألقيه تخاف وتركيه ولذلك لما الدنقام يعلق على القصة تقول إيه لما الله أمرها بأن تركي موسى وموسى أصبح بعيد عنها أصبح في يد الله فلما جاءت الهدية جاءت الهدية من عند الملك ولما تأتي الهدايا من عند الملك تكون مضمخة بطيبة مضمخة بعبير الرضا بعبير اليقين بعبير التوكل بصدق اليقين خلاص سبحان الله العظيم فبمثل هذه وبعدين تبتد المقامات القلبية تشتغل صدق التوكل صدق اليقين طلع الجنيه أو الدرهم من جيبه هو عارف أن في عشرة رجعين له سبحان الله شعرا لما يطعم أخاه ياخذ ابن عمر يقول من أطعم أخاه حلواء قطعة حلواء قال صرف الله عنه مرارة يوم القيامة فابن عمر حط السكر في جيبه ما شيء يوزع على الأطفال يا ابن عمر يقول لن تنالوا البرة حتى تنفقوا مما تحبون وأنا أحب السكر فأحب أن أنفق أمنا سبحان الله سبحان الله أولادنا ربما يسمع كلام ده غريبي أو لك سكر ده إحنا السكر عدنا مرمي في البيت لا أقلنا عندهم الحاجات التي تعتبر من ضمن صحيح رفع مشتغيلة رفعية رفعية الله وضعنا تمام بمثل هذه الأمور يرتقي العبد في مدارج السلكين تمام وبعدين يبتدي الحجاب بينه الحجاب الأساسي أول شيء الخوف من الله نعم يخاف يخاف من الله يخاف سبحان الله أمن هو قانوة أناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فبما قدم الحذر وهو الخوف درجة من الخوف طيب وبعدين إن دمعة واحدة تقطر من عين المسلم خشية من الله تطفئ بحورا من جهنم يوم مرقيا لا إليه إلا الله يقال في معريض الدعوة إن واحد واقف في صحوف أهل النار يقول في سنة الترميد يا جبريل ما لي أرى فلانا يقف في صحوف أهل النار قال يا رب ما وجدنا له حسنة واحد شونا حسنة قال لكني أسمعه في الدنيا يقول يا حنان يا منان سأله يا جبريل من كان يقصد قال يا جبريل قلت مرة يا حنان يا منان فانك قلت تقصد قال هل هناك حنان أو منان سوى الله قال خذ بياليه يا جبريل الله الله ففي الرحمة موجودة مرة مرة قال مرة فقدها ربنا إن الله إن الله لا يأخذ صدقة أحدكم بيمينه وكلتها يديه يمين فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه زي البعير الثصيل يفضل يكبر 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 وإن العبد لا يستظل بظل صدقته وملكامه وفقال في الأخير إبريل صعيب بخاري واتقوا الناره ولو بشق تمره شق تمره تمنعني من الناره بس بصدق بصدق درهم درهم غلب درهمين سبحان الله قال ألا أنبئكم بأهل الجنة زي ما هنيجي إمام مقصط المتصدق الموفق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربه ومسلم تجد المشوه يتيم يبكي قال يا أبو أنا أصر أب أنا أخذ بالي مني أنا أجيبه في الأجازات ألعب مع الأولاد أنا أروح في الأعياد أعطي أنا أبعد زوجتي عشان تجد هذه الرحمة هذه الرحمة سبحان الله العظيم فالإنسان لا يدري من أين تأتي من أين آيات الخير فاللي عايز يعمل حجاب بينه بين النار أولا أن يخف من الله ثم يخف من سوء الخاتمة ثم يخف من الغرماء ما الغرماء؟ الغرماء اللي أصحب الحقوق الظلم أصحب الحقوق للناس اللي لهم عندي حقوق أنا أخاف منهم ما فيه ناس أنا ظلمتهم وأنا لا أعرفهم ناس الليتبتهم وأنا لا أعرفهم يقول إيه سمعت الناس يقولون عنه كذا لا حول ولا خل هل رأيت بعينيك؟ أبدا هل سمعت بذلك؟ أبدا هل سمعت بذلك؟ أبدا هل سمعت بذلك؟ أنه يخف من الغرماء يخف مرعوب سبحان الله العظيم فالعبد بهذا المنطق يعمل حجاب بينه وبنره بعدين يذكر أناء الليلة وطرف النار يصير لسانه رطب بذكر الله يحفظ على الصنوات بنوافلها يتق الله يعمل ذنب يستغفر يعرف أن الله يراه سبحان الله أكفركم بين من يذب ويضحك ومن يذب ويبكي في فرق بين هذا وذاك سبحان الله الفضيل ابن عياط كان ايه؟ كان واحد صايع في الصحراء لص فبيتصور بيت فصاحب البيت قائم الليل قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال قد أنا يا رب قد أنا يا رب خرصت بشر الحافي بعد سيد عظيم في قومه بعد الوجهاء القوم وقعدين يشربوا ويغنوا فجاء طارق يقول للجارية صاحب البيت هذا سيد أم عبد قال سيد فمشي الكلمة طنت في أذن بشر هو بقى جنة فجرى للجارية لم يكن لهم كلا قال رجل مجنون يقوله صاحب البيت سيدنا قال لا أنعبد 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 وطرك المجلس بالبيت وخرج حافيا خلفها ورحل عند العلماء وتعلموا وخلص ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول واصلا بما سبق هل الكفر والظلم والشر أشياء متأصلة طبيعية في الإنسان منذ خلقته أم هو الذي يكتسبها ويطورها وينميها هذه الفكرة الذين يقولون بالخطيئة نحن كمسلمين كل مولود يولد على الفطرة لا كفر لا ظلم هو الذي يكفر نفسه هو الذي يشبك نفسه هو الذي يجعل نفسه تنحرف لكن الله عز وجل خلقه على الفطرة البيضاء على فطرة التوحيد وجد بيئة أشياء وعقله الضال ونفسه والهوى وإبليس والنفس الأمر بالسوء فأضلته عن طريق الدول العذاب والدارب العالمين لكن المؤمن أو المسلم يعني بتكملة الموضوع يعني الخوف دي تصدرت الحلقة بآية خطيرة سوف نتوقف عندها كثيرة وإن يستغيثه 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 من ايه يصعطشه من قطر العذاب شعره بالعطش نعم يغاثه بماء كالمهل المهل هو الصديد المغلي سلم يا رب مهل يمسكه يمسكه الكوب الكوب دي أصلا من النار تتهرى يديه لحم يديه يسقط فإذا قربه إلى واجه خرجت الأبخرة الساخنة فتساقط لحم واجه يشوى الوجوه يغاثه بماء يشوى الوجوه انحرارك سبحان الله وبعد كده في صورة محمد قالوا سكوا ماءا حميما فقطع أمعاءه الأمعاء اللي كانت بتمتلئ بالحرام لازم تمتلئ بالنار لابد عمر الله يرضى علينا تقول لزوجتي أتريدين أن تطعمين ناراً في أجوافنا المالقيامة مش اللي بيأكل أموال اليتامة إنما يأكلون في بطونهم ناراً لا ولعاذب الله ولعاذب الله رب العالمين فألا يخاف الإنسان هو مضطر في النار أن يأكل وأن يشرب هو يريد أي شيء ده فيه سبحان الله العظيم الظل والعاذب الله اللي بيفئوا إليه من المشدة الحر يذهب إلى الضل يجد أشد حرارة جساد الهرام عاذب الله رب العالمين وخطعت لهم ثياب من نار سربيلهم من قطران وتغشى وجوههم من نار والعاذب الله تغشى وجوههم من نار يا مالك ليقضى علينا ربك قال اغسأوا فيها ولا تكلمون يرد عليهم بعد ألف سنة ألف سنة ألف سنة يتركهم سبحان الله ينادوا على أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكفرين فأين الرحمن أين الرحيم أين الوضعون أين الوضعون أين الغفور يسألوا الراحمون أرحمهم الرحمن أرحموا من في الأرض أرحمكم من في السماء هؤلاء على مر التاريخ الذين أذلوا الناس وأذلوا الشعوب وقهروا الناس وجوعوا الناس وضيعوا الناس وسجلوا الناس وأذوا الناس وأخذوا أموال اليتامة وخضوا في الحرمات وخضوا في أعراض الناس واغتصبوا ما لا يجب أن يغتصب بالله عليك يا أخي وما يجب صدور قبل من كفية ما يقدم لأنفسهم خيرا أنا يا موسى أعذب في النار من لا فائدة فيه أتذرون من أهل النار قالوا من يا رسول الله من لا فائدة فيه الإنسان مالوش فائدة كان وجود ضرر كلامه ظلمة ومخرجه ظلمة ومدخله ظلمة وجوده والعياذ بالله نكد الملائكة تقول الحمد لله الذي راح الله منه البلاد والعباد ألم يخلق الله تبارك وتعالى هكذا لا من خلقه هكذا هو سوأ نفسك هو سوأ نفسك طبعا طبعا خلقه على التوحيد وأرسله الطبيب وأرسله الكتالوج وأرسله كتاب واضح المعارف سهل وهو يخشى من هذا النبي أن يضله عن طريق الله لا يخشى من 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 وجود هذا النبي لا 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 يعني مثلا أحدهم يا تصور أن محمد بن عبد الله أتى ليضلهم عن الطريق السريم الذي يمزل لا لا هو الذي أضل نفسه هو لو لو ركز اللحظات وجلس هكذا لا استمع لدخل الهدى إلى قلبه لكن هو غلق الباب على نفسه هو غلق الباب على نفسه أضل نفسه لكي يكون تبع هواه والله يرضى عليه ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكر تبع هواه وكان أمره فورطة إذا هو تبع هواه يعني ما ظلمه رب العباد عبدا لا 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 ولا بالعكس لو أرسل كل وسائل الإنقاذ والهداية ولكنه تعامى على صحيح صحيح الرسول ذهب لأبي بكر مثلما ذهب لأبو جاهل السيدنا نوح قال إيه وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم ها الوضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم حتى مش عايزين يشوفوا صاحب الهدى على دي فين الآن في البيوت صحيح ها يطلع محمد خالد وشوان ها غير نجا أنه أروحوا اللهم قلوب ساعة وساعة مش كده وعلى طول على طول لا سبحان الله دي يا خلق لأن فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وقفة بسيطة أيوه إلهه هواه كيف إله ليس الله رب العالمين هواء هواء هواه هواه هاته من اتخذ إلهه هواه 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 إلهه سلم يا رب يعني هواه يقول له اشرب انظر الحرام ينظر خد ما الحرام ياخد ارتشي يرتشي تعمل بالربية هواه يقوده يقوده موجود هذا الاله لله هو ده الموجود وقليل ما هم فهو اله هوه انا عايز اشعر الاصفر ده الناس تشوفه هواه اله هوه البنطلون الضيق ده هو ده اللي هيبرز سبحان الله تأخذ قوة شخصية وتحضر وهكذا اريد هذا من الضلال هل ننبيكم بالاخسرين اعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنع الله يرد عنه صدق الله من اصدقه من الله يقيل شوف هو شايف العمل ده هو استمعنا اخرجوهم من قريتكم انهم الناس يتطهرون سبحان الله يا شعي قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا ايه ده انت كنت رجل عاقل تتقول الله واحد جعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاء سورة صادر هذه اللي رضي عليك سبحان الله فالمسال لك ده تخلي الانسان يفيق لنفسه لذلك ليه فائدة العلماء افاقة الامة افاقة الامة لانهم فاذا ضرب عليهم بسور سبحان الله ضاعتوا هلكة الامة سبحان الله هم الهداة لانهم ما يبغوا من النشف سبحان الله كل الدعاء الاول الرسل عليه المستلام ما اسألكم عليهم من اجر ان اجر الا على الله ان اجر الا على رب العالمين انا بس يا قوم تعلم سبحان الله سيدنا نحفظك اخفيت له واعلنت له واصلت لهم اسراء وقلت صفوا رب انه كان غفر يرسل السلام ابدأ وعدين بالليل وبالنهار فالله عليك قد اعذر الله الى البشرية قال رب لا تذر على الارض من الكافرين لا ما تدعه لما قال له يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن يعني اغلق باب التنسيق لقبول اي مؤمن انتهت القضية هم اللي اغلقوه فلا تبتأس بما كانوا يا قابل انتهت القضية انتهت القضية انتهت القضية سبحان الله لا ولا ولا سيدنا روت ضيف للضيوف تيجي قومه يرهعون عائليه هؤلاء ضيفي فلا تفضحوه حتى شوفوا المروء ارحت فين لا يعتدي على ضيف البشرية قد اعذرت الى نفسها بان ارسل الله اليها الرسالات بعد ان هما انحرفوا عن الرسالات ضيع الرسالة بالعكس يعني شعروا ان هؤلاء هم الضلال الذين فضلاتكم تحمل الامة هذا الكلام ما الامة يعني كل واحد فينا كل واحد فينا طبعا طبعا واذن العودة عودة مسئولة مسئولية فردية فردية اول واحد تتكاثر والحمد لله نحمد الله ان الناس كلها تريد ان ترى تسمع للعلماء وتتفع لهم مرة اخرى وتعود وتأوب الى كتاب الله عز وجل مرة اخرى كالفراش عندما يتيد النور اتعبتنا يا شيخ انا اريد راحتك اريد راحتك اريد راحتك قالوا للحسن البصي كم تتعبوا نفسك قال بر راحتها اريد لا اله الالله بارك الله فيك يا ربنا يعني قلنا في اول حلقة دركات النار وفضلتكم معلمتم انها سابع دركات لماذا قلنا النار تحديدا النار النار اسم على كل الدركات كلها عندنا الجنة عندنا النار فالنار تحوي داخلها جهنم سقر حطمة لضا الهاوية السعير الدرك الاسفل هذه الدركات النار اسم على من السبع دركات كما ان الجنة للدرجات بالضبط يعني لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء نقصون لها باب يدخل منه من رفع السيف على امتي او على امة محمد هذا الحديث باب خاص باب خاص للناس اللي قادوا الناس بالسيوف وبالقنابل وبالسبحان الله ايا كان دياناتهم وان كانوا مسلمين وان كانوا مسلمين نعم طبعا وان كانوا مسلمين لا لا لازم نؤمن الناس الصحابي لما نام والشفاعة والشفاعة اسمع يا ابني اسمع الرجل نام الصحابة الصحابي نام تحت الشجرة وبعدين الصحابة حب يهزروا معها فسحبوا منه السيف قام الصحابة مذوروا هو يعتبر على الجفة نعم فسيفوا حياته سلاحه فقام مذعورا قال صلى الله عليه وسلم لا تروعوا المؤمنين من روع مؤمنا روعه الله يوم القيامة لا 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 ولو هزار ولو هزار لا لا ممنوع ممنوع في ناس في البيوت تروح عارف ان زوجته يعني يقولوا عليها أخي أخي وروح فاتح الباب لا إله إلا الله ما صنعها رسول الله مر خان يطرق على بيت خان يطرق بيتها عيوة يعني يفجأ يفجأ زوجاته حتى يرى ماذا تصر لا 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 هو شغال في المخابرات أخذ بيوت لا بيوت يطرق بيتها سبحان الله لا إله إلا الله إذن ما تفضلتم به نريد أن نركز على نوعيات وشخصيات أو الأعمال التي كانت تفعل وتذهب بأهلها إلى النار من هم أهل النار السبع دركات عامة نعم يقول صلى الله عليه الصلاة والسلام إنما أهل النار خمسة أنا أريد أن تنظر إلى الكاميرا سمحني وتوجه هذا الكلام للمشاهدين وأستمدوا أنه أنا معهم يعني يبني أولي جدت فأهل النار وأتوجه سبحان الله حتى حتى ننجو منها حتى ننجو منها إنما أهل النار خمسة خمسة أنواع يعني صحيح مسلم أهل الجنة ثلاثة هنخذيها لما نجي للجنة إن شاء الله إنما أهل النار خمسة كثير الخائن الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه سلم يعني إن دق إلا خانه يعني هو في مؤسسة كبيرة هذا الكوب لا يساوي فلسات صغيرة هذا القلم لا يساوي درهم أو جنيه سبحانه يخون ويأخذ هذه خيانة يخون الأمانة ويمكننا نعمل بها لا هذا العمل يخون يعني يخده كده ويأخذ شبحانه ورقة ورقة نعم يخذ ورقة بمشي لأنه تعود على هذا الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه هو هو عمر الله يرضى عليه يقول عليه أنت يا جاي في أمر من أمورك ولا أمر من أمور المسلمين ولم الفرق هو لا أمر من أمورك نطف المسرجة نشغلين في نور الدولة نور المؤسسة نور الأمة نور الشعب الله أكبر لكن لو أمر من أمورك وأمر من أمور الدولة خلاص إحنا موظفين تعالى هلأ الناس يوم القيمة سيحسبون على هذه الأعمال وإن دقت على صغير الأمر وكبير على القلم وعلى النور وعلى النهاية أشهول يا ابنه هو سبحانه الله وإن دقة إلا خلال الموضوع الموضوع مش سهل دي لماذا لا تتأثر الناس بذكر النار لأن الموضوع دي أصبحت سهلة بالنسبة لها ده فيه ناس أقول له حكيب لك أرأب المصطح أستخدم التليفون أبو بكر شارب كوبة اللبن ولما شك في مصدره تقايا فرجع قال خفف على هون على نفسك يا خريفة رسول الله قال والله لو لم يخرج إلا معروح لأخرجتها ثم نظر للسماء وقال اللهم إني أعتذر إليك مما اختلط باللحم والعروق عرف ليه أبو بكر رجع جرعة اللبن ليه لأن بطن ما تعودت إلا الحلال فلما دخل فيها شبهة لم تحتمل البطن هذه أن تحوي مثل هذا الخبار لكن فيه ناس بتبلح في بطنها أراضي وبنايات ومليارات ويضحك يا أخوانا وتكلموا عن النار يقول لك نار إيه إحنا آمنين أنا أقول لا إله إلا الله سباك أنت بكلمتي فالخائن الذي لا يخفى له طمع ويندق إلا خار بأذب الله ربعا نعم لو رجل والضعيف الذي لا زبر له الذين فهم فيكم تبع يعني إيه الإمع تخيل الإمع من أهل النهر لا يكن أحدكم إمع قالوا ما الإمع يا رسول الله قال يقولوا إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسات بل وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم المسلم صاحب قرار صاحب رأي تخل الولد على هارون الرشيد فقال أفتحتم الباب يا مزاحم على عمر بن عبد العزيز هل فتحت الباب حتى يدخل عائلنا الصبيان والد عنده 12 سنة داخل في مجلس أمير المؤمنين يا باب فيتفوضى فقال يا أمير الولد يا أمير المؤمنين دخولي ما أخلى بك ولكن شرفني وإن الله يا أمير المؤمنين إذا رزق العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار له الله الخير يا أمير المؤمنين اتخذ كبير المؤمنين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا فبر أباك وصل أخاك واعطف على ابنك يا أمير المؤمنين في أيديكم فضول أموال إن كانت لله فوزروها على عباده وإن كانت لعباده فلا تمنعوها عنهم وإن كانت لكم فتصدقوا فإن الله يجل المتصدقين فنكس عمر رأسه أصلا هذا ولد بهذه القوة مش إمعه يمين يمين آه والله المشكلة في عمر أنه نكس رأسه الآن تطح برقبة الولد وأب الولد وجد الولد لا معلش في نقطة والخادم والحاجم لا لا في نقطة في نقطة الولد ذا لما يطح برأسه هذا الموقف جنب حمزة في الجنة فعملت الحجام السهلة سيد الشهداء حمزة ورجل دخل على حاكم ظالم فأعضاه فقتله فهو حمزة السواء شوش شيد الشهداء أنوى في الفرزا لا سلام لا سلام وكفى بنا حاسبين لا تضيع عند الله ما نضحش عن ضرز سبحانه وتعالى الإماء الثالث وذكر البخل البخيل شوف مكتوب على باب الجنة لا يدخلك بخيل البخل شجرة أصلها في النار فروعها تتدلى من تعلق بغصن منها دخل فيها والكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنة قريب من النار سلم يا رب إلا البخيل والعذب الله البخيل داو داو وذكر الشنظير الفحاش الشنظير القاسي القلب الفحاش بذيء اللسان والعذب الله الشنظير كلمة قاسية والعذب الشنظير الفحاش هو فحش بذيء وخير الأدم كل الهدىю تتاحشه للسان البديئة وتكرمه اتقاء الاشر اكرمه اتقاء الاشر اتقاءه ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهو الذين هم يراؤون ويمنعون المعون مرائي انا رجل انا احب الصدق انا احب الصدق انا احب سبحانه هذه مراءة هناك رياء ويل للمصلي مصلي ولكن يجيب الظهر على العصر ليه فلان وصفة المنافقين اذا قاموا الى الصلاة يراؤون الناس لو لمراءة الناس حتى ما يصلى لو وحده وقام يجعل النية خالصة لله سبحانه وتعالى عنده شوش في قلبه بإلهة لله اهل النار الخائن الذي لا يخفى لها الطمع والضعيف الامع والبخير وذكر الكذب والشغر الفحاش والكذاب الكذاب ده مصيبة هذه الكارثة قال يا رسول الله يكون المسلم بخيلا يكون كذابا ابدا ولا كذبة صغيرة لا 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 المصلحة العامة لا لا سبحان الله الكذب لا كان مضطر ابدا في ضرورات الحياة المحددة معرفة الحروب بالضبط الزوج مع الزوج لا يعرف الإصلاح بين المتقصمين غير كذا كذب كذب محر الله الرجل ماشي وعادي الرجل كومة ليف كومة ليف كده حبال قالوا خبئني خبئني الناس هاي عايزين يقتلوني يروسوا تحت كومة ليف تلك دخل جاءوا الناس بعد المدة رأيت رجلا مرة من هنا قال نعم بعدها قالوا أين هو قالوا تحت كومة ليف تلك فنظر القوم غرر رجلا نظر القوم بعضهم لبعض قالوا مجدون هذا رجل يدخل تحت كومة ليف الأكريبة يبوت فضرنوه ويضحك فغادروا قالوا يا رجل أنسك بخناقه قالوا يقول لك خبئني تخبره عن المكان قالوا اسكت الصدق نجاك لقد قالوا ما شوفت يفتشوا المكان ويعملوا سبحان الله الصدق نجاك الصدق منجاك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قابله بعض من أعدائه خارج مكة أبو بكر أبو بكر فهو لا يعرف الرسول لا يعرف أبو بكر من هذا أبو بكر قال رجل أن يهدين الطريق كناية هل كذب أبو بكر ده مش يهديه هو بس ولكن أبو بكر تكلم على نياته هو لم يتكلم على نية المحدث مثل لم يقسم للقسم يجوز هذا يجوز ليس كذب لا القسم هذا موضوع آخر ولما سأل الرجل الرسول السلام يعني سأله نفسه قال ممن الرجل قال من ماء من ماء قالوا عني من قبائل العرب الكثيرة أكثر قبائل العرب سبحان الله نريد سأل الرسول عليه السلام والرسول انفرد بعيدا عن الجيش فخرج علي الجماعة يبدو منهم الشر قالوا ممن الرجل قال من ماء فنظر بعضونا بعد قالوا ان قبائل العرب الكثيرة واجعلنا من الماء كل شيء ما تعتبر كذب لا 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 ولكن كيفية الرد بهذه السولة وذلك المنطق الحلو الجميل كيف تتأثر المسلمين قائل العرب الكثيرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني القلب يرجع سبحان الله كما مرد سبحان الله يقوم بكثير بشأن الغلام من قلب النقي فوق ما تقول ودون ما تظن سبحانه الله كلمة جميلة أنا فوق ما تقول ودون ما تظن عالم نياتك هذا المنطق لا يتخرج الكلمات إلا ساعة يعني سبحانه الله يعني لما المقدار يقف كده والله يا رسول الله لو صرت بنا إلى برقرام هذه الكلمات لا تخرج إلا من قلب من مليء بالإيمان فتخرج هذه الكلمات ليس مؤلفة صحيح يعني الخمسة أنواع التي تفضلتم بها فضلاتكم الآن في حديث ولك هناك كثير ونأتي للآيات من الحلقة القادمة سوف نغوص الآيات التي تحدث عن دركتها كل دركة وأهلها نعم يعني السؤال خاص لفضلاتكم من مرصدكم الخاص بعد هذا التجوال والتطواف أمتنا أمة إسلامية هذه الأمة التي قيل فيها أن الله سبحانه وتعالى واجعلنا الله سبحانه وتعالى أمة ثنوى السبعة وخير أمة أخرجت للناس هل تراها أمة إسلامية كما تركها الرسول عليه السلام على المحجة البيضاء الأمة الآن بدأت في أن تستيقظ أمين الآن الحمد لله الحمد لله أقيسها بنوعين نعم بشبابنا ونسائنا الأمة وهما العنصران المهمان في المجتمع الذين أريد بهما من القرون السابقة أن يدمر تدميرا كاملا لما دمروا أخرجوا النرأة من مملكتها الخاصة وخلعوها حجبها والشباب غيب بهذه الأمور لما يعود الشباب الآن وتجد أكثر المصدين في المسجد من ذوي الشعور السوداء والنساء يرتدن المقرأة وحفظ القرآن واللسزام والحجاب رغم كل هذا الزخم وتجد المستمع الصادقة تساوي أمة بأسرها فتستبشر خيرا بدأت الأمة تستيقظ لأن الضرب الشديد من أعداء الإسلام دليل على أن الجسد ما زال حيا لو كان الجسد ميتا ما ضربه أحد لكن الأمة تحتاج كما قلت في بداية الحلقة الكفر المنظم يحتاج إلى إسلام منظم يحتاج إلى توضيح الأولويات فيما قلت وعرضنا من قبل أن نريد أن لا نختلف ولعل في الحلقة دي أخص به قناة الشارقة من باب القناة تقول أن أنتو السبق الإعلامي طيب عمر بن عبد العزيز مات سنة 99 هجرية كان عند أبي حنيفة تسعة عشر عاما لم يكن ظهر البلد هم باللحانة في بعضها أنا إن شاء الله رب العالمين أنا من خمسة عشر عاما استشرت أسادتك الكبار والفقهاء والفقهاء الأمة الكبار العلمائي في أن أخرج كتابا للأمة الفقه في القرن الأول قبل أبي حنيفة دون أن ندخل الناس في متاهاته تتساءل في كيف عاش المسلمون عاش المسلمون واحد هجرية حتى مئة عاشوا هذا القرن في أوج عظمة الإسلام دون مذهبية أبدا مع إجلال التام لتراب إن داسته أقدام أبي حنيفة والشافع وملك وأحمد الأمر لا أدخل في هذا الأمر لكن أنا أقول ما الفقه عند رسول الله وعند صحابته وعند الرعيد الأول بهذا المنطق بهذه البساطة نتا سيصدر هذا الشيء إن شاء الله رب العالمين أنا أجهز له من مدة وإن شاء الله ربما يظهر إن شاء الله في وأحجز نسختي من الآن تتوقع الله إن شاء الله ذهد فتح الباري إن شاء الله فالأمة بدأت في الاستيقاظ ولكن لا بد من الاستيقاظ المنظمة كيف؟ يعني منفعش كده أشتاق يعني أنا لو في سني هذا ورحت عند مدرب أو غير مدرب أريد أن ألعب تمرير غياضية ربما أحصل تمزقت في عضلاتي لأنني غير خبير باللاقة البدنية لا بد من مدرب محترف صحيح طيب لابد أن نقوب حول علمائنا المحترفين صح ومن هنا نبدأ كيف تنهض الأمة لذلك نحن قلنا من قبل في رمضان ليرسلوا إلينا كل مشاهدين ومشاهدات ما هي سبب يعني يعني نقوس الأمة عن كلاب السنة وما أسباب نهضتها نجمع هذا كله ونجمعه على بعض من أصحاب الحل والعقد بعد استشارة العلماء والفضلاء والأساتذة والأهل الدين سبحان الله نصيق هذا ونبدأ لنضع مشروع للأمة كبير هذا الجيل يقوم بخطوة واحدة منه ويترك الخطوات التالية للأجيال التي تريها إذن نجدد أدوى مرة ثانية يعني أنا أريد من الإخوة المشاهدين والمشاهدات سواء على الفاكس الخاص بالبرنامج أو على الصفحة الإنترنت الخاصة به أو على أي اتصالات أو للصندوق البريد أو غيره يرسل كل واحد اقتراح بما يرى يعني ما هي أسباب يعني عثرات الأمة وكيف ننهض بها أرجو أن يعني واتونا ونحن ننصف هذا ونعرضه على علماءنا اكتبار إن شاء الله بإذن الله وثم نصيبه على أصحاب الحل والعقد من الناس الصالحين في بلاد العالم الإسلامي تكون دمى شروع نهضة أبو فضيلة الدعاء الإسلام الكبير أستاذ دكتور الشيخ عمر عبد الكافي في الحلقة القادمة إن شاء الله سنندف إلى دركات النار بلاد العربنا سوف ناتي بالآيات التي تتحدث عن النار وأصحابها وأهلها أبناؤها وديانها سرابيرهم شرابهم طعامهم يعني صور العذاب ولماذا لماذا تبوأوا هذه الأماكن هذا محور حديثنا نسأل له التخفيف إن شاء الله ونسأل له أن يبعدنا والمشاهدين والمشاهدات عنها إن شاء الله أذكر قديما أن فضيلتكم لم تكمل الحديث عن النار ونزلتم على المنبر ولم تكمل حديث نعم الآن هل ما زلت متحيبا من الحديث عن النار يعني كلما كبر الإنسان في السن وتقدم بيض عمر خوفه يزداد أكثر وقد يكبر رجال ولكن خوفي أكبر بما تعلمت من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وعننا قد غادرنا كبارنا الذين كنا نؤوب إليهم في صغير الأمر الكبير وما زلت متحيبا وسوف أضل إلى أن ألقى الله عز وجل فأود يعني أن نستطيع إكمال حلقة النار إن شاء الله رب العالمين وقال الله منه وفضلاتكم والمشاهدين المستمعين إذن مشاهدين الكرام ومستمعين العزاء ورئيذاتي الشريقة 24.4 في الحلقة القديمة بمشيئة الله تبارك وتعالى نفتح مع حضرتكم ملف النار ودركة النار ولياته بالله نستدعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدر ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر